بداية مشاهدين الكرام مع تحديثات أرقام سوق الأسهم السعودي في ثالث جلسات هذا الأسبوع إذن استقرار بالنسبة المؤشر عند 7866 نقطة ألا نقطة كنا قد وصلنا لها في جلسة هذا اليوم 7877 نقطة بينما افتتحنا المؤشر عند 7872 نقطة أدنى نقطة في الجلسة لهذا اليوم 7861 نقطة بالتالي حالا من الاستقرار بالنسبة المؤشر في جلسة هذا اليوم خصوصا إذا ما خذنا في الاعتبار بالأمس عدنا الارتفاعات بعد أن نسجلنا أدنى مستويات بالنسبة للسوق منذ تقريبا ثلاثة أشهر قيمة التداون نتحدث عن 811 مليون ريال بالأمس كنا نتحدث عن تقريبا مليارين و400 مليون هي أدنى سيولة منذ تقريبا شهرين ونصف حجم التداون نتحدث عن 32 مليون ريال إجمالا كان هناك تحسن في معلويات المستثمرة خلال الفترة الماضية في جلسة هذا اليوم مشاهد تراجعات في الأسواق الأسوية أيضا أسعار النفط اليوم تتراجع بعد أن كانت على ارتفاعات خلال جلسة الأمس بالإضافة إلى الأسبوع الماضي كنا قد شدنا عودة لارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط بعد ستة أسابيع من التراجعات وبالتالي نشاهد اليوم حالة بالنسبة للاستقرار للسوق السعودي حتى الآن ألا نظر